أبراهيم سؤال نعم هؤلاء من الشباب أكو قاعدين بلا شغل نعم صح لو لا ما تجي تقول لي يا أخوي قوم سوي لك شغلة افتح لك مثلا مشروع صغير يقول لك ماكو شغلة أنا شا شتغل صح 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 شا دعوا تقولهم يعني صراحة احنا اليوم حلقتنا يمكن واحد يقول لك شن رسلت وشم سوين لا حلقتنا بها رسالة رسالة صح نعم أنه أنت مهما يكون ومهما كانت الظروف تقدر أنه أنت تشتغل وتسوي عملك وتبدع به نعم خصوصا إذا أحبيته صح خصوصا العراقي يبدع في كل شيء بالضبط نعم شا تقول للشباب أنه شغل أكل أو ما أكل والله أكل شغل إن شاء الله اي اللي يريد اللي يريدي أكل شغل بس أكل شباب هماتين منظفهم ما أعطهم مادة يعني مين يجبون حتى يعملون هذا الشيء لازم أهمنا بفلوس يشتري حتى يبيعه ما عنده هو بس أحيانا مثلا نعم أنت شون بديت أعني لك فلوس أنا بديت يعني البداية بعت يعني ملابس طورت نفسي شوية شوية ونب تجه هاي الفكرة هاي الفكرة نعم تقدر أنه أنت تبدي شوية 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 وبعدين تحقق الشيء اللي تريده حققي اللي تريده صح لا لا ايه أكو هذا الطموح لازم الإنسان عنده طموح بالضبط ايه نعم حتى شنو يكملين ماكو بعد وين يتجه لا لا يعني فتح يعني فتح واحدة و الله يرزقها و شنو الحياة ما يصير يعني يبقى ويايا مصحة ولا هي سفرة ومبدودة ساعة وكلها تأكل من يمي أول شي ساعة ساعة وادعي لها بالرزق وإن شاء الله هو أخوي والله يحفظ ساعة لو ما ساعة لح تصدر ساعة يعني ساعة تمشروعه أو لا ساعة تمشروعه